اشتركوا في القناة صباح الخير على كل مشاهد قناة الاهلي في كل مكان طبعا من هنا من مقر جريدة اليوم السابع هيكون معنا جولة على أهم وأبرز الأخبار المحلية والعالمية والبداية مع أخبار الاهلي طبعا فمن اليوم السابع الاهلي بيجري مسحة طبية اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي النهاردة عقب الميران طبعا اللي بيقام على ملعب مختار التتش بالنادي الاهلي بالجزيرة هيكون هناك مسحة طبية لجميع طبعا اللعبين اللي في الفريق وكمان الجهاز الفني مسحة طبعا للتأكد من سلبية كورونا فيروس كورونا وده طبعا بيجرى حسب البروتوكول اللي وضعته وزارة الشباب ورياضة مع وزارة الصحة طبعا ده استعدادا لمواجهة الإسماعيلي يوم الجمعة المقبل في السمنة والنصف على ملعب برج العرب الحقيقة النهاردة يعني الخبر الأهم صباح اليوم كان من مواقع الدستور الرياضة بتحيل ملف اتحاد الكرة إلى النائب العام أحلت وزارة الشباب ورياضة صباح اليوم الأربعاء الملف الخاص بفقدان بعض المقتنيات من ملف أو مخازن اتحاد المصري لكرة القدم إلى النائب العام وذلك طبعا في دوق ما تضمنه التقرير الصادر عن لجنة الفحص المشكلة من المعنيين بوزارة الشباب ورياضة طبعا ده بعد ما يعني اكتشفوا أن اتحاد الكرة المصري كان بيقوم بعمل جرد العمل متحف في مدخل المبنى للاتحاد من أجل الاحتفال بمقوية الاتحاد ولكن طبعا وجد القائمون على الاتحاد أن في المدخل فقط نسخة أصلية من كأس الأمم 1986 وكمان نسختين تقليد من 2006 و2008 في غياب نسخة 2010 الأصلية من موقع اليوم السابع أيضا اتحاد الكرة بيقرر انطلاق دوري الصلاة الجديد ديسمبر المقبل طبعا استقرت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمر الجنيني على انطلاق دوري كرة الصلاة الجديد لموسم 2020-2021 أول ديسمبر المقبل طبعا على أن يتم فتح باب القيد يعني الأندية المشاركة في دوري كرة الصلاة في نسخته الجديدة أول نوفمبر المقبل قررت اللجنة كمان أو لجنة المسابقات تحديدا دوري كرة الصلاة بالاتحاد بإشراف الدكتورة صحر عبدالحق عضو مجلس إدارة اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم أنه هيكون استقناف مسابقة الدوري للموسم الكروي 2019-2020 يوم السبت الموافق 3 أكتوبر المقبل وذلك بعد توقف دام طبعا لأكتر من أربع شهور بسبب تفشي فيروس كورونا وعندنا كمان على المستوى العربي من موقع سبورت 360 مفاجأة الأهلي بيقترب من ضم محترف الفيصالي بدأت إدارة النادي الأهلي السعودي طبعا في التحرك لحسم صفقة قوية لتدعيم مركز خط الوسط في ظل رحيل البرازيلي جوزاف دي سوزا والذي غادر المملكة وطبعا يعني ترك فراغ كبير في المركز اللي هو كان بيلعب فيه أضاف موقع سبورت 360 أن إدارة الأهلي السعودي كانت أعلنت مؤخرا عن تعقدها مع حسن القيد لعب الشباب وطبعا اللي بيمثل صفوف الراقي لموسم واحد على سبيل الأعارة كشف الموقع كمان أن إدارة النادي الأهلي السعودي يقترب من ضم محور الفيصالي كاليم هايلند اللي طبعا عنده 31 عام وذلك لدعم صفوف الفريق بعد ما حصل فيها غيابات كتير جدا خلال الفترة الماضية أو يعني كمان لأنها يكون فيه محتاجين دعم خلال الموسم الرياضي المقبل بعد الغيابات طبعا النقص الكبير ده كان في الفريق بسبب مغادرة بعض اللاعبين وإصابة اللاعبين طبعا الآخرين أبرزهم جوزاف دي سوزا، يوسف بلايلي، جانيني تفاريس إضافة كمان لإصابة لعبين كتير في صفوف الفريق أخيرا على المستوى العالمي من صحيفة طبعا موندو دي بورتيفو الإسبانية كامن يتخذ أول قرار تجاه ميسي بعد عودته لتدريبات برشلونا طبعا إحنا خلال الساعات الماضية عرفنا أن ميسي بدأ الالتزام طبعا في تمرينات نادي برشلونا بعد عدم رحيله عنه بعد طبعا اللي حصل خلال الفترة الماضية من شد وجذب بين النادي وبين طبعا اللاعب الشهير نجم نادي برشلونا بدأ كمان ميسي أنه هو يروح من أوائل اللاعبين اللي ابتدوا أنهما يروحوا يلتزموا بالتمرين ولكن طبعا اتخذ رونالد كامن المدير الفني لفريق برشلونا أول قرار تجاه ميسي بعد عودته انتظامه للتدريبات كان القرار ده أو أضافت صحيفة ديبورتيفو الإسبانية نصا ميسي الذي تدرب هذا الصباح بشكل فردي لن يحضر الحصة التدريبية الثانية هذا المساء وأضافت الصحيفة كمان أن كامن قرر إعفاء ميسي من التدريبات المسائية نظرا لأنه بيتدرب من يومين فقط وكمان تبعت الصحيفة برشلونا سيتدرب اليوم الأربعاء على مرتين قبل منح اللاعبين الراحة غدا الخميس وهيتدرب طبعا لعيبه برشلونا مرة واحدة فقط بداية من يوم الجمعة المقبل قبل 24 ساعة من مواجهة ناس جديد راجونا وديا على ملعب يوهن كرويف ثم سيأخذ لعيبه برشلونا طبعا أو يوم الأحد راحة من أول وجديد دي كانت جولة حول أبرز الأخبار المحلية والعالمية وكمان على المستوى العربي وتحديدا أخبار النادي الأهلي بشكركم جدا عودة إلى السوديو مرة أخرى أنا بشكرك يا ماريوم ولكن عندي برضو سؤال حول موضوع اعتزال كريستيانو رونالدو لأن دي كان خبر معانا دلوقتي أنا وكريم هو تحدث يمكن بشكل بقى صريح عن فكرة هنا اعتزاله غير طبعا أنه هو حيتزوج يعني من جورجينا بس مش ده جزء اللي أنا يهمني اللي يهمني فكرة هنا الاعتزال والتصريحات اللي من هذا النوع فلو لديك أي برضو معلومة ذكرت في أي صحيفة عالمية ريت تقول لنا حتى لو ردود الأفعال لحد دلوقتي إيه هي هو فعلا هو فعلا كان طبعا ردود الأفعال أهم طبعا من العنوين الصحف العنوين الصحف كلها تضمنت خبر الاعتزال نفسه ولكن ردود الأفعال كانت طبعا يعني فيه حزن كبير طبعا لأن كريستيانو لعب كبير جدا خاصة أنه كان لسه فيه برضو صدمة لميسي فكان الموضوعين طبعا فيه ردود أفعال فيه ناس ربطت بين الموضوعين ولكن الحزن الشديد لطبعا إعلان خبر اعتزال كريستيانو ويمكن كل ردود الأفعال سواء على تويتر أو على انستجرام كل مشجعي طبعا كريستيانو لأن هم كانوا بيشجعوه تشجيع كبير جدا فكان بالنسبة لهم الخبر محزن جدا وكان فيه يمكن ما كانش فيه خالص ردود أفعال بتقول مثلا أن هي سعيدة بهذا الخبر أو أن هم مثلا شايفين أن ده خبر إيجابي لي أو أن ده قرار إيجابي بالنسبة له ولكن كان الحزن بيسيطر على جميع ردود الأفعال خاصة صباح اليوم الأربعاء لما كنا من التجول على مواقع السوشيال ميديا في إطار هذا الخبر تحديدا رائع جدا أنا بشكرك ماريم شكرا لك